السلام خير وأهلا وسهلا بكل أهلوية بداية حلقة جديدة من السادسة كل التحية لكم في أربع تيام سوبر من النهاردة وتحديدا من الساعة 9 مساء على مدار أربع تيام جاية عندكم معايد مع كلاشات من العيار التقيي العيار الناري النهاردة رشح لكم طبعا بداية الجولة الخامسة في دور المجموعات في دولي الأبطال عندنا كلاش عنيف جدا هيجمع بين بروسيا دورتموند في مواجهة منشست الستي بكرة عندنا كلاش طبعا في مطشات تانية هنتكلم بالتفصيل النهاردة حلقة العالمي غيرنا معادها الأسبوع ده معلش عشان بكرة نستعد بقى ونفرد ورقنا ونذاكر بشكل كبير جدا مطش السوبر اللي هيجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة وده آخر أيام السوبر هجيلها مرة تانية بس خلينا أقول بما أن نبتديت الكلام عن دولي الأبطال سؤال حلقتنا النهاردة ونستعد طبعا جزء من أجابات حضراتكم في نهاية الحلقة مع ديوفنا فاروق عصام وخالد عامر اللي هيشرفونا في السادسة هي توقعاتك وإحنا بنقرب خلاص خطوتين بيبصلونا عن دول الستاشر توقعاتك للفرق اللي هتتأهل لدول الستاشر في دوري أبطال أوروبا زي ما النهاردة فيه كلاش من العيار الناري بكرة برضو فيه كلاشين هتباحهم أو يتباحهم المصريين يعني بكل تأكيد بكرة عندنا واحد من كلاستيكيات الكرة الأوروبية عندنا باير ميونيخ في مواجهة بارشلونة لقاء سأري سأري على كل مستويات سأري لأنه البرسة يعني اتغلب من البايرن في أليانز أرينا فوز ما كانش مستحق قوي في المباراة سيطر عليها البرسة في أوقات كتير جدا لكنه ما تمكنش من ترجمة السيطرة دي بكرة في الكامب نو هتكون لقاء العودة وما زال البرسة عنده بصيص من الأمل فبالتالي ده هيزود بشكل كبير جدا من أهمية مباراة بكرة بعد كده هنروح ليوم الخميس عندنا طبعا اليوروبا ليج يعني مستويات طبعا فيه فرق كبيرة بتشارك ما تقدرش تنكر أنه فريق زي منشستر يونايتد ما تقدرش تنكر أنه فريق زي الأرسنال ما تقدرش تنكر أنه فرق كتير الحقيقة في الدول الأوروبي على رغب منه يعتبر البطولة التانية من حيث الأهمية والقوة لكن فيه فرق من العرد الثقيل وفرق فازت بالشامبيونس ديج بالفعل بتشارك فيها اللقاء الأقوى هيكون يوم الخميس لو عايز تصهر على كرة يعني هيكون بين بي أس في عيند هوفن والأرسنال يوم الجمعة ختموها مسك طبعا على ملعب هزاعة بن زايد في الشقيقة الإمارات العربية المتحدة صهرة كروية بنستناها طبعا دي لقطات لوصول الفريق من يمكن حوالي ساعة واحدة بس وصلت بعثة النادي الأهلي لطبعا العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خالد مرتاجي أمين الصندوق وبعثة النادي الأهلي بالكامل وصلت للأمارات الشقيقة عمد الله على السلامة طبعا وأعتقد يعني أنه من دلوقتي زي ما احنا بنسخن وبنستعدتي طبعا رحلة للفندق أو لسه طبعا ما خرجوش من المطار لكن أعتقد أنه ممكن وهنحاول ننقل دال حضراتكم استقبال البعثة في الفندق وزي ما عودتنا جمهي النادي الأهلي وزي ما شوفنا في قطر قبل كده في المونديال مونديال العالم للأندية وفي بطولة سوبر أفريقيا في الكويت زي ما شوفنا البطولة العربية للسلة في السعودية زي ما شوفنا في السوبر جلوب في الهاندبول نتوقع أيضا أنه جمهير الأهلي تكون حضرة بقوة جدا ومؤثرة في استقبال بعثة الفريق إن شاء الله بإذن الله أول ما توصل لفندق القامة ويمكن كمان مع لحظات خروجهم المطار كابتن سامي قمصان طبعا فاروق صلاح يمكن زي مننا اللي هيكون بيغطي لحظة بلحظة معنا وين اللي حضراتكم بشكل يومي على شاشة الأهلي التفاصيل والاستعدادات الخاصة بمطش السوبر إن شاء الله وإحنا طبعا هنكون معاكم لحظة بلحظة نقل لكم كل التفاصيل فيما يتعلق برحلة الأهلي للأمارات والكلام على طبعا ديانج تأكد غيابه عن المباراة لكن الأهلي زي ما تعودنا بمنحطر وسكواد الأهلي تقدر تحط منها تشكيل واثنين مش مركز واثنين فبالتالي وعن نتكلم في مطش الأهلي والزمالك النهاردة في كل التفاصيل خلينا قبل ما نبدأ الحلقة نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة لأسباب كثيرة جدا 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 يعني بتكتسب مباراة السوبر اللي جاة دي أهمية كبيرة يعني يمكن بطولة السوبر في حد ذاتها آه طبعا نفرح لما نكسبها لكن ما هياش بطولة مفضلة يعني الجمهور اللي تعود دايما على أنه ياخد بطولة دوري الأبطال وياخد بطولة السوبر الأفريقي وياخد ميداليا ويشارك في بطولة زي كاس العالم يعني ما بتبقاش من أولى ويجأ عندك طبعا الدوري المصري والكاس المصري يمكن يعني إلى حد ما أهميتهم بالنسبة لجمهور الأهلي أنا ما عنديه شك أعلى بكتير لكن تبقى في النهاية لقبه بطولة أنت حريص على أنك تفوز به لكن أنا بشوف أنه جمهور نادي الأهلي مش عنيها على بطولة السوبر قوي قد معنيها على العرض وعلى النتيجة اللي هيقدمه الفريق قدام نادي الزمالك المباراة دي يعني بتهيالي مهمة جدا 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 لجمهور نادي الأهلي ما فيش شك طبعا أنه أي لقاء ضد الزمالك بيبقى في منتهى الأهمية لكن بعد السيناريو بتاع الموسم الأخير زادت من أهمية مواجهة الزمالك في السوبر أنا يعني ما بحبش طبعا وتعودت دايما أنه مطش الأهلي والزمالك بالذات ما فيهوش قريات ما فيهوش انطبعات ما فيش حد ممكن يقرأ كافة مين أتقل من كافة مين كل مباراة دايما في الأهلي والزمالك تحديدا بيبقى لها ظروفها وأوقات كتير جدا الفريق اللي تبقى كافته أقل ممكن تلاقيه بيخلص المباراة والعكس الصحيح لكن أنا بشوف أنا بشوف الحقيقة أنه الأهلي جاهز للمباراة دي معنويا وبدنيا وفنيا بشكل أكبر بكتير من الزمالك على عكس كل الأراء الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده يعني فيه أغلب المحللين والتحليلات اللي خاصة بمباراة الأهلي والزمالك الناس كتير بتكلمي على أن الزمالك أجهز الحقيقة أنا اللي شفته من الزمالك في بداية الموسم ده بيقول أنه الفريق بيعاني بشكل كبير جدا في خطوطه خصوصا خط الدفاع وخط الوسط خط الوسط مفيش انسجام بشكل كبير جدا خط الدفاع بيعاني من غياب الخبرات عندهم مشاكل كبيرة جدا في التماركز اللي يذاكر مطشين سموحة وسيراميكا يلاقي أن الزمالك عنده مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع صحيح ديانج يفريق ألف سلامة طبعا على ألي ديانج لا يغيب عن مباراة السوبر كان مقدم وكان وصل لمستوى أكتر من راعي قدر الله مشاء فعل لكن حتى وإن غاب ديانج عندك أوراق كتيرة جدا وما تنساش مش عارف ليه الناس مطلعها أكرم برا الحسابات طبعا السلاء موجود وحمدي فتحي موجودين والاثنين ممكن يبقوا خيار أساسي أو خيار أول بالنسبة لماستر مارسيل كولر لكن الحقيقة كمان انت ممكن تفكر جدا أنه أكرم توفيق لأنه ده مركزه الأصل أنا مش عارف ليه الناس نسيت أنه ده مركز أكرم الأساسي الهاف ديفندر وأكرم عنده الجرينتا وعنده الروح وعنده اللياقة اللي تخليه الحقيقة يعوض غياب أي لعف الفريق مش بس أليو ديانج فبالتالي أكرم ممكن جدا يكون حل وارد جدا جدا يكون كريم فؤاد محمد هاني في الناحية اليمين لو رجل يعني فكر أنه ما يبدأش بالسلية وحمدي فتحي وفكر أنه يبقى يعني فيه سيناريو تاني مختلف وارد جدا أنه أكرم يلعبه قدام عندك الحمد اللي هو البدال كتير جدا ولأوراق كتير جدا طاهر طبعا ليه الحق أنه يشارك في المباراة وهو جاهز عبدالقادر بيرسي تاو دخل في الحزبة وشفنا طبعا في ماتش أسوان الأخير شادي شريف أفشة فيعني أنت الحمد لله خطوطك يعني شبه مكتملة ما عندكش غيابات ما عندكش لعيبة يعني برى الحسابات غير طبعا أليو دينج مع كامل الاعتراف بأنه قوة ضاربة في غطة وسط النادي الأهلي لكن حتى غيابه أعتقد أنه مش هيكون مؤثر زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده وصول بعثة النادي الأهلي اللي بترأسها الدكتور محمد شوقي رئيس عضو مجلس الدارة ورئيس البعثة في رحلة الأهلي للإمارات وخليني أقولكم طبعا يمكن سبق وصول البعثة سفر كابتن سيد عبدالحفيز وكابتن سمير عدلي المدير الإداري للإمارات عشان يحضروا ويجهزوا الترتيبات الخاصة بإقامة النادي الأهلي وتدريباته في الإمارات هناك النهاردة التحاد الكرة خاطب الأهلي والزمالك رسميا باللايحة الخاصة بمباراة السوبر واللايحة بتنص على أنه إذا انتهت إذا انتهت الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هيتم اللجوء لوقت إضافي قبل طبعا لعب ركلات الترجيح في حال برضو لو انتهى الوقت الأصلي أو الوقت الإضافي والوقت الأصلي بالتعادل هيتم اللجوء لدربات الترجيح نتمنى والحقيقة يمكن أنا بشوف أنه لعب المباراة دي في الإمارات بيدي فرصة لظهور الواجه المثالي الواجه المثالي بمعنى الكلمة لجماهير الكرة في مصر يعني الحالة والروح وشكل الملعب والمدرجات مليانة بجماهير الأهلي والزمالك هناك ما ننكرش الحقيقة أنه غير صحيح برضو عشان ندي كل واحد حقه أنه الموسم اللي فات وحتى اللحظة دي الموسم الحالي جماهير الكرة في المدرجات على الرغم من قلة عددها لكن الحقيقة منظرها أكتر من رائع أنا مش هتكلم على يعني على فكرة الأعداد وفكرة الحضور لكل فريق كلام ده يعني ما يهمنيش قوي لكن يهمني المشهد يهمني الحالة اللي بتعملها الجماهير في الملعب حالة افتقدناها لسنين طويلة جدا وأتمنى أنها التجربة تكون نكحة ويزيد عدد في أجيال من عندنا من اللعيبة ما لعبتش قدام جماهير في المدرجات أساسا ما خدوش ما خدوش الإحساس ده ولا الروح دي وإحنا عارفين طبعا الجماهير هنا لما بتملق جماهير الكرة في مصر عموما والأهلي بشكل خاص لما بتملق المدرجات بتعمل حالة وبتعمل روح وبتدي دفعه قد إيه فنتمنى إن شاء الله يبقى كارنافال شفنا قد إيه الحقيقة كان فيها يعني رقي وفيها تحضر وده بيعكس في النهاية عظمة وحضارة الشعب المصري الكلام ده مش كلام جرائد ولا كلام إنشاء الكلام ده في محفل أو في حدث بحاج موراة الأهلي والزمالك مهم جدا ورسالة مهمة جدا جدا في توقيت مهم قدام العالم كل طيب قبل ما نكمل طيب تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم الحلقة اسم تردت كتير جدا وكان الشغل الشغل المعظم جماهير النادي الأهلي وتعرفنا فيها وقربنا أكتر من الكرة في بوليفيا نادي بوليفار البوليفي اللي كان يمكن طرف تاني مع النادي الأهلي في واحدة من أهم إن لم تكن أهم صفقة حصلت فيه موسم الانتقالات الصيفية في الموسم الحالي والكلام طبعا عن البرازيلي برونو سافيو خورخ دل سولار هو رئيس التنفيذ طبعا لنادي بوليفار البوليفي هيكون ضفنا دلوقتي فيه السادسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس يعني بداية عارف طبعا رغم ارتباطاتك ودي الوقت لكن أنا بشكرك جدا جدا على موافقتك على الظهور معنا والمشاركة معنا في السادسة أهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي أشكركم على الاستضافة وأحييكم وشرف لي التواجد معكم يعني بداية كده خلينا نتكلم ونعرض أكتر للأهلوية اهتمام كان كبير جدا وترحيب من جانب واحد من أكبر جماهير الكرة في العالم بوصول برونو سافيو من بوليفيا للانضمام للنادي الأهلي يهمني أعرف منك إزاي تمت الصفقة إيه هي الكواليس اللي دارت وصولا طبعا للاتفاق بين الناديين على انتقال برونو سافيو من لاباز للقاهرة الأمور لم تكن سهلة كنا في خضم البطولة وسافيو لعب مهم لنا كان لعب مهم بالنسبة لنا في الفريق وكانت السوق الانتقالات كان على وشق الانتهاء في بوليفيا عندما جاءنا العرض ولكننا كنا نرى أن هذه الخطوة هي خطوة مهمة في مسيرته اللاعب لفريق كبير مثل الأهلي في مصر ساعدنا اللاعب وقبلنا العرض لم يكن بإمكاننا أن نرفض العرض وكان هذا بالنسبة لنا ضرر بالنسبة للفريق ولكننا في نفس الوقت لم يكن باتساعنا أن نقف في طريق اللاعب ونحن نستعد للبطولة الثانية في العام وننافس على اللقب يعني عارف طبعا أنه بوليفار هو بطل الدوري وبالتالي أعتقد أنه ممكن في وقت ما تكون شعورت كرئيس تنفيذي أنه يمكن يكون فيه ضغوط جماهيرية أو يعني خلينا أقول بين قسين غضب جماهيري من رحيل بسبب رحيل لعب حجم برونو سافيو هل تم حاجة زي كده وهل كمجلس إدارة أو كرئيس تنفيذي للنادي في التوئيد بعد رحيل بنو سافيو بتبديله أو تعويده بصفقة أخرى طيب يبدو طيب هنحاول نتواصل معاه مرة تانية اللي حقيقة يمكن لو حدركم تتذكروا أثناء فترة المركات عموبا يعني بيبقى فيه كتير جدا من الأخبار اللي بتتوتر هنا أو هناك وخصوصا طبعا مع النشاط الكبير النهاردة لو جيت تعد يعني أنا يمكن من سنة أو من سنتين فاتوا لو اتكلمت على الصفحات اللي بتشتغل على اسم النادي الأهلي على الفيسبوك على تويتر على انستجرام كان عددها إلى حد إلى حد ما يعني محدود لكن النهاردة لما تيجي تبص على الناس اللي بتتكلم أو اللي مخصصة خانواتها أو صفحاتها أو الأكاونت بتاعتها على السوشال ميديا عموما عشان تتناول الأخبار الأهلي العدد يعني أصبح غير طبيعي وبالتالي كل الناس دي بتحاول تتصابق على أنها تاخد خبر هنا أو سبق هنا أنتوا عارفين طبعا شعبات وجماهلات النادي الأهلي إيه ولو نحن نهاردة بنتكلم على عدد الأسماء اللي تقيلت أنها تلعب في الأهلي الموسم الجديد أو الصفقات المحترفين الأجانب اللي تلعب في الأهلي الموسم الجديد أنا ممكن أقول لك على 30 أو 40 اسم برر الموديل الفني أنا بكلمك على العيبة جاء النادي الأهلي من كلهم يسمعنا من الخليج سمعنا من البرازيل رددت عن قدوم لعبين أجانب اللعب في مصر لكن الحقيقة كون أنه في لعب برازيلي بداية سيبك من قصة بوليفار وأنه بطل الدوري البوليفي وأننا يمكن ما نعرفش كثير عنها الدوري البوليفي لكن في النهاية أنت كنت عارف فريق بطل واللعيب يمكن يكون النجم الأول أو واحد من أهم النجوم اللي موجودة فيه بيلعبه في بوليفار البوليفي وبالتالي انتقاله النادي الأهلي كان معه سخب كبير برونو سافيو بدايتهم على الأهلي مبشرة محدش يقدر ينكر أنه واضح أنه اللعيب طبعا لعب برازيلي عنده الأساسيات في كرة الخدم في منتهى يعني الرواع بيجيد السلام والتسلم مهاري متحرك يجيد تحرك جدا بين الخطوط لكن أنا شايف أنه برونو سافيو مقدمش يمكن أكثر من 50% لغاية الوقت وراهن على أنه هيكون واحد من أنجح الصفقات التي حصلت في الدولة المصري يمكن في العشر سنة الأخيرة ينقصه بس التأقلم يمكن ودي وجهة نظري الشخصية وارد جدا تحصل في مباراة الزمالك يعني أشوف أنه برونو سافيو لأنه تبعته وذكرته بشكل كبير جدا الإمكانيات بتاعته يوظفه في مركز الجناح سواء يمين أو شمال وأعتقد أنه التوظيف ده هيظهر بشكل أكبر إمكانيات برونو سافيو وخصوصا أنك بتدور على عيبة دايما عندها الحلول يعني على الرغم من أنه نتيجنا وألقابنا وبطولاتنا في السنوات الأخيرة أكثر من رائعة لكن لا تقدرش تنكر أنك دايما كان عندك مشكلة في القدرات الهجمية كان عندك دايما فكرة القصور في حتة الوان تو وان فكرة اللعيب اللي عنده الحلول يقدر يوصلك للجول ويقدر يخترق ويقدر يتجاوز خط الدفاع ويقدر يسجل في نفس الوقت وأنا أشوف نبرونو سافيو هيكون واحد من أهم الحلول دي طيب رجع لنا سينيور خرخد سولار مرة تانية مرة تانية برحب بيك والكلام كان على فكرة أنه زيت عملته مع فكرة تخلي على واحد من أهم اللعيبين في فريق بوليفار وهل قمتم بتعويض رحيل برونو سافيو عن الفريق ولا لا الأمر لم يكن سهلا القرار لم يكن سهلا بالنسبة لنا لأن برونو سافيو كان لعب مهم وكنا في خضم البطولة في شهر يونيو والسوق الانتقالات في بوليفيا بالنسبة لانتداب لعبين كان قد أغلق ولكننا فكرنا في نفس الوقت في مستقبل اللاعب والفرصة الكبيرة في مسيرته التي أتت له اللاعب في مصر ولهذا كانت فكرتنا هي السمح بالرحيل لللاعب رغم المشاكل التي كنا نعرف أننا سنواجهها لأن الفريق كان قد تكون بالفعل واللاعب كان كان انسجم مع زملائه ولكن هو لاعب كبير وبالطبع الخبرة التي سيكتسب ها مهمة جدا بالنسبة له الأمر لم يكن سهلا بالنسبة هل تلقيتم في نفس التوقيت في وقت المفاوضات بين الأهل وبوليفار أي عروض كانت مهتمة بإتمام صفقة برونو كان لدينا بعض العروض كانت هناك إمكانية للرحيل اللعب ومهاجم آخر في الفريق ولكن نا كنا نفكر في أنه يمكننا فقط السماح للعب واحد فقط بالرحيل على الرغم من أن القرار كان مكلف للغاية بالنسبة للنادي ولكن سمحنا له في النهاية بالرحيل قرار اختيار للنادي الأهلي أو قرار اتمام الصفقة مع النادي الأهلي بالنسبة كانت إرادة النادي نادي بوليفار نفسه وبنسبة كان إرادة برونو سافيو النادي الأهلي هو نادي مهم في أفريقيا وفي مصر وبالنسبة لنا أن نتلقى عرضا مهما منه فالمصلحة والأهمية بالنسبة للعرض كانت للطرفين للنادي واللاعب أردنا أن العرض كان ماديا من الناحية المادية كان جيدا وهذه هي كرة القدم كان علينا أن نقبل العرض لأننا نفكر في المستقبل وكيفية تعويض برونو بلاعب آخر من نفس المستوى ونحن واثقون من أنه سيستطيع أن يبرز مهاراته في الدور المصري في الفترة اللي أعضاها برونو سافيو وقته في فريق بوليفار إيه هي أهم إسهاماته إيه أكتر حاجة بتميزه أهم مركز تقلق فيه إيه الإضافة اللي مثلها لفريق بوليفار برونو كان يلعب معنا كمهاجم ثاني على الجانب الأيمن هو لعب مهم يمتلك الكثير من المهارات ولعب مهم للغاية يستطيع أن يتحكم في الكرة ويدخل إلى منطقة المنافسين هو لعب متكامل ويستطيع اللعب كمهاجم ثاني وهو هداف من الدرجة الأولى إزاي ممكن توصف العملية التفاوض اللي تمت بينك وبين النادي الأهلي أول تعامل أعتقد لكم خارج أو في قارة أفريقيا طبعتك عن طريقة التفاوض على التعامل مع إدارة النادي الأهلي كان فيها عقابات ولا تم إبرام الاتفاق واتفاق على البنود الخاصة بإتمام الصفقة بسهولة بين الطرفين لا الأمر لم يكن سهلا المفاوضات كانت طويلة في المرة هي المرة الأولى التي فعلا نتعامل معها مع فريق من مصر كان لنا تعامل قبل ذلك مع فريق ماميلو ساندونز من جنوب أفريقيا الأمور لم يكن سهلة لأن القرار لم يكن سهلا لأنه لعب مهم بالطبيعة الحال ولكن بطبيعة الحال الأهلي كفريق مهم في أفريقيا ويمتلك المقومات الكبيرة ماديا وجماهيريا فكان بالنسبة لنا من المهم أن يخطو اللعب مثل هذه الخطوة في مستقبلي خارخ سولار رئيس تنفيذ نادي بوليفار شكرا جزيلا على مشاركتك وعلى وقتك وكل التوفيق لنادي بوليفار حقيقة أعتقد يمكن نجاح الأهلي في إتمام الصفقة مع نادي بوليفار البوليفي تعتبر واحدة من أهم الصفقات ويمكن تكون أهم صفقة انتظرها جمعين النادي الأهلي الموسم الحالي لأنه تمنى أنه يقدر ويمكن زي ما الرجل كان بيكلم معنا واضح أن الرجل برونو صافيو يتقلق بشكل كبير على أطراف زي ما كنت بقول لحضراتكم متابعتي لفيديوهاته ومشواره مع بوليفار بتقول أنه على الأطراف برونو صافيو في منطقة الخطورة وننتظر مارسال كولر إزاي هيستفيد من لاعب بحجم برونو صافيو وإزاي ممكن يوظفه بالشكل اللي يخدم مصلحة الفريق في الفترة اللي جاي فاصل ونرجع لحضراتكم طيب سؤال حلقاتنا النهاردة كان بفكركم ما يمكن لما بدأش معنا الحلقة بداية كان توقعاتكم للفرق اللي هتتآهل لدور الستاشر في دور أبطال أوروبا ويمكن لما استعرض معاكم كمان شوية ترتيب المجموعات وشكل الكلاشات اللي هيحصل تعارفين طبعا بداية من دور الستاشر كرة غير ومستويات غير وكلاشات أو يعني صدمات من العيار التقيل يمكن أجمد دور سواء بداعي الإصابة أو سواء بداعي أنه المنتخبات بتاعت النجوم دي لم تتأهل للبطولة يعني صلاح مثلا طبعا أول واحد من النجوم اللي يغيبه عن المشاركة في كاس العالم عندك رياض محرز مش رايح كاس العالم وبالتالي بداية من دور الستاشر هتشوف أقوى كرة في الدنيا كلها طبعا مع تأهل الكبار دايما والمتوقع كمان طبعا أنه كبار أوروبا هم اللي بيتأهلوا وبالتالي كل مبارة دور الستاشر بتبقى مواجهة من العارة التقيل لكن النهاردة أرشح لك بدون نقاش مواجهة الستي ودورتموند أتوقع أنها تكون مواجهة من العارة التقيل فرقتين بيلعبوا كرة حلوة جدا فرقتين عندهم شخصية البطل فبالتالي أعتقد هتكون أجمد من المطشات النهاردة بس تعالوا انتابع الأول وخليني أفكركم بمواجهات يوم الثلاث مواجهات النهاردة بالليل إن شاء الله في البداية عندنا البداية الساعة يمكن كمان دقيقة بسيطة جدا هتكون شلسي وسالسبرج وسبيع أو إشبيلية الأسباني في مواجهة كوبينهاجن الدنمارك بعد كده تسعى واحدة من المواجهات اللي أتوقع دايما أنا بميل برضو مش بس لفكرة الأسماء بميل لفكرة إن الدية والدوافع فأوقات كتير جدا بتفرج على مطشات كورة فرقة مش مصنفة نجومها مش معروفة لكن الكفتين بيبقوا متوازنتين جدا بيبقى في دوافع كبيرة جدا على الفرقتين فبتشوف مطش كورة ناري يعني انت بتبقاش عارف يمكن اسم ولا لاعب من اللعبة اللي بتلعب في الملعب بيكلمكم على كورة في أوروبا طبعا لكن في النهاية بتشوف كورة ولا أروع وخصوصا طبعا إن الملاعب مع الحضور الجماهيري مع كواليتي التصوير حاجة تانية خالص التصوير والإعادة والفر والتحكيم قصة تانية خالص نرجع لجدواننا مرة تانية النهاردة عندنا بنفكة في مواجهة يوفنتس مباراة طاقة يكون فيها كورة حلوة شاختاء دونتس في مواجهة سلتك سكوتلندي ميلان الإيطالي في مواجهة سهلة مع متسائل المجموعة طبعا عندنا مزغرب عندنا المواجهة طبعا اللي ما اعتقدش إن حد مش هتفرج عليها يعني لو بتسأل 101 هتتفرج على إيه النهاردة 99 منهم هيقول لك من سيتي وبروسيا دورتموند والأخراني ده هيقول لك أنا لسا بفكر ونهاياتا طبعا وصولا لريال مدريج ولايبزج وريال مدريج اعتقد ضمن التأهل في مواجهة هتكون يعني مش بالقوة أو بالإصارة اللي بنستنها دايما من ريال مدريد لكن عشاء الملكي أكيد برضو جزء منهم هيتابع مطش ريال مدريد مطشات بكرة عندنا مطشين مهمين جدا بكرة يعني خليني أبدأ طبعا بكلاب روج وبرتو البرتغالي عندنا فيكتوريا بلزن في مواجهة الانتر الإيطالي ومحتاجين عشاء البرسا بمناسبة يعني أنا لسه تابع معكم موقف المجموعات عشاء البرسا بيرهنوا على تقريبا سيناريو المستحيل أنه الانتر يتعادل بكرة أو يكسر قدام فيكتوريا بلزن آيكس سامستردام في مواجهة ليفر بول أتلاتكو مدريد في مواجهة ليفر كوزن بايا ميونيخ في مواجهة البرسا ده أهم لقاء بكرة من ناحية طبعا المتعة من ناحية الجماهيرية وخصوصا أن المباردة المباردة هتكون في برشلونة تحديدا في الكامبنو عندنا مارسيليا الفرنسي في مواجهة فرانكفورت الألماني عندنا رينجز في مواجهة نابلي وعندنا سبورت انجليش بونا في مواجهة توتنهام وطبعا المواجهة التانية اللي المصريين ممكن جزء كبير جدا يكون حريصة على متابعتها هي ليفربول في مواجهة عكس يعني فيه مطش النهاردة تقيل قوي وبكرة فيه مطشين تقال جدا فيه جولة الجولة الخمسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات لكن في النهاية لما تيجي تشوف الترتيب مالوش علاقة بالأسماء وفيه فرق كبيرة جدا ما زالت بتبحث عن فرصة أو تسكرة التأهل لدور الستاشر طبعا أنا كنت تكلمت على فكرة أنه ليفربول طبعا بعد المعاناة الكبيرة أو النتائج المترجعة والتراجع على مستوى النتائج والأداء ومستوى عدد كبير جدا من اللاعبين أنه تقريبا بعيد قوي يعني سيناريو العودة في المنافسة على لقب البريمير ليج يكاد يكون شبه مستحيل مش أقول مستحيل لكن شبه مستحيل صعب قوي هزت كتير جدا خسارة نقاط من فرق ضعيفة المستوى أعتقد أفقدت ليفربول الدوافع على المنافسة على لقب البطولة الأصعب على مستوى الدوليات الخامسة الكبرى وهي بطولة البريمير ليج لكن في النهاية بشوف أنه التركيز يورجين كلوب وتركيز نجوم الفريق هيروح بشكل أكبر على مطشاط الشامبيونز ليج يمكن يكون عندهم فرصة وخصوصا أنها بتقام يعني على فترات تقدر ترجع الغيابات تقدر ترجع المصابين تقدر تزبط وتعيد تنظيم صفوفك وتنظيم أوراقك مرة تانية وبالتالي ممكن في مباراته خصوصا مع النوكاوتس لو قدر ليفر بول أنه يحجي استسكار تتأهل أنه ليه لا نلعب بقى في النوكاوتس أو يعني أدوار الإقصائية على فكرة أنه نحن نلعب مباراة مباراة ووارد جدا نقدر نوصل لبعيد عملها قبل كده عندها كتير عملها قبل كده عندها زي توتنهام وعملها عندها زي آيكس وعملها عندها زي بورتول بورتغالي وقدروا أنه هم يروحوا لبعيد جدا في البطولة وما فيش أبعد من شلسي اللي كان يعني حالته في الدور يتصعب على الناس كلها ومع فرانك لامبرد مستوياته وإداءه ونتائجه في منتهى السوق لكن بمجرد ما تولى توماس تخل المسئولية قدر يركز على تشامبيوز ليج وقدر يحقق لقب على المرشح الأول على حساب المان سيتي ويوصل للبطولة يمكن تكون الأغلى والأصعب في تاريخ شلسي كله طيب ترتيب المجموعات ما قبل جولة النهاردة ايه تعالوا نشوف ونستعرض مع حضراتكم في المجموعة ايه عندنا نابولي المتوهج على فكرة جماعة في كلام كتير جدا على أنه إدارة نابولي مهتمة جدا 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 بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو المشاكل والحقيقة ما زالت مستمرة رغم أنه نشهر تويتر النهاردة بيتكلم فيها على أنه طول عمره لاعب ملتزم وطول عمره يعني بيحترم الآخرين سواء زميله في الفريق أو إدارة النادي أو الجهاز الفني طبعا واضح أنه في توتر علاقة صعبة قوي صعب صعب يعني في جرح كبير حصل بين رونالدو وبين تنهاج وأعتقد أنه تنهاج على رغم أنه مدير فني كويس لكنه أساء التعامل معنويا ونفسيا مع نجم بحجم كريستيانو رونالدو وخصوصا أنه ورونالدو كان عايز يرحل عن منشستر يونايتد قبل بداية الموسم وكان نفسه أو كان طموحه وهدفه الأول السيزن ده أنه يلعب في الشامبيونز ليج خد بالك يمكن جزء من رغبة رونالدو في اللعبة في الشامبيونز ليج أنه يحافظ على أرقامه القياسية يعني مش بالضرورة يكون هدفه أنه يحقق اللقب مع الفريق اللي هينتقل ليه لكن فكرة أنه أحافظ على عدد مشاركاتي أحافظ على نسبة أهدافي في البطولة ده واحد من الأهداف اللي كان بتحرك كريستانو رونالدو ونابولي من الفرق اللي عبرت في الفترة الأخيرة عن رغبتها وتفكيرها في الانتداب يعني أو شراء خدمات البرتغالي دولي كريستانو رونالدو نابولي فيه الصدارة برصيد 12 نقطة فوزه النهاردة لا خلاص يعني فوزه أو خسارت وما تفرقش معاك كتير نابولي خلاص تأهل لدور الستاشر وراء ليفربول برصيد 9 نقاط وبرضو حزوز ليفربول كبيرة جدا في مواجهة آيكس النهاردة آيكس محتاج يكسب النهاردة عشان يحافظ على فرصته الأخيرة في التأهل لدور الستاشر أي نتيجة غير مكسب آيكس النهاردة تقدي على أعمال آيكس أمستردام وتأهل ليفربول ونابولي بشكل مباشر وجلاسك ورينجز اسكوتلندي في المركز الأخير أربع خسائر أربع مطشاط لعبهم صفر من النقاط دي المجموعة إيه أما المجموعة بيه فعندنا المفاجأة يعني بشوفه الحصان الأسود للنسخة الحالية من الشامبينز ليج كلاب روج البلجيكي في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بدون هزيمة بدون هزيمة لعب أربع مطشاط فاز في ثلاثة اتعادل في واحد مع بورتو مع أتلتكو مدريد مع بارل ليفيركوزين ولما تيجي تحسب الثلاث فرق دول على الورق لا أتقل بكتير أتقل بكتير فأعتقد ده إنجاز تاريخ لكلاب روج إنه يوصل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط اللي بيتنافس على التذكرة التانية لأن أعتقد أن كلاب روج مش محتاج غير يمكن نقطة واحدة نقطة واحدة تحسب تأهله تعادل من مطشين مطش الجولة الخامسة النهاردة ومطش الجولة السادسة نقطة واحدة تأهله لدور الستاشر بورتو في المركز التاني برصيد 6 نقاط أتلتكو مدريد مازالت فرصه قائمة طبعاً برصيد 4 نقاط في المركز التالت وبارل ليفيركوزين في المركز الأخير برصيد 3 نقاط ده ترتيب المجموعة بي نروح للمجموعة السي في الصدارة باي ميونيخ 12 نقاط تأهل إنتر ميلان وبارشتونا في صراع على التسكرة التانية الفارق 3 نقاط إنتر 7 بارشتونا 4 وهتكلم في المجموعة دي لأن فيها حسابات كتيرة جداً معقدة فيكتوريا بيلزن طبعاً فقد فرصته في التأهل 0 من نقاط من 4 مباريات نروح للمجموعة دي عندنا تاتنهام في الصدارة 7 نقاط مارسيليا الفرنسي 6 نقاط في المركز التالي سبورتينج جمونا في المركز التالي 6 نقاط وإنتر 8 فرانكفورت في المركز الرابع 4 نقاط وكل الفرع عندها لأربع فرع عندهم فرص في التأهل لدور 16 المجموعة E شلسي الإنجليزي صدارة 7 نقاط ريدبول سالسبرج في المركز التاني برصيد 6 نقاط ديني مزاغر بأربع نقاط ميلاً أربع نقاط وبرضو المجموعة دي انطبخ على نفس القاعدة كله عنده فرصة التأهل والحصول على تسكرة التأهل لدور 16 المجموعة F عندنا ريال مدريد طبعاً ضمن التأهل خلاص في استدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لعبزيج في المركز التاني 6 نقاط شاختار في المركز التالت 5 نقاط وسلتك فقط الفرص يبقى هنا الكلام ما بين لعبزيج وشاختار مين فيهم هيتأهل مع ريال مدريد مجموعة G عندنا طبعاً منشستر سيتي المرشح الأول إن شاء الله للفوز بالبطولة 3 فوز وتعادل وحيد برصيد 10 نقاط بروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط وإشبيلية وكوفنهاجن في المركز التالت والرابع على التوالي برصيد نقطتين وآخر مجموعة هي المجموعة H عندنا باريس سان جيرمان طبعاً برصيد نقطتين بفوزين وتعادلين برصيد 8 نقاط بيتساوع مع بانفكة برصيد 8 نقاط في المركز الأول والتاني ثم اليوفي في المركز التالت برصيد 3 نقاط ده شكل وترتيب المجموعات قلونا بقى توقعاتكم لمين الفرق اللي هتتقاهل لدور الستاشر وهنتكلم بتفصيل عن مواجهات النهاردة السوبر حاضر طبعاً مع جوفنا فاروق عصام وخالد عامل هيشرفونا فيه السادسة لكن بعد الفصل يعني في يوم من أيام الخير والسماء ملبدة بالغيوم والأمطار تهطل بغزارة تأخر وصول خالد عامل وفاروق عصام للستوديو بس بنرحب بيهم طبعاً أهلاً وسهلاً أنا وسهلاً بيكم نوارين الدنيا نفسي نبدأ معكم بدري شوية عندنا حيات كتير جداً عندنا سوبر مصري وعندنا أهلي وزمالك وعندنا كلاسيكو وعندنا حيات كتير قوي بس أهلاً وسهلاً والحمد لله على السلام طبعاً بنعتذر عن التأخير الأجواء بره يعني الدنيا زحفة شوية أنا عارف طبعاً مبسوطين طبعاً أننا موجودين والحمد لله وإحنا مبسط بيكم جداً والحمد لله أننا الحيناكو حمد لله على السلام نبدأ بالسوبر المصري يعني ندخل في الموضوع على طول خليني أسمع رأيكم طبعاً ظهرت بداية مقدمات الأهلي والزمالك شاركوا في الأدوار التمهيدية الزمالك لعب يمكن دول 64 زيادة عن أهلي شكل يعني فرصهم في المنافسة على لقب السوبر المصري مطش يمجبع إن شاء الله دائماً يا خالف طيب خليني أقول أنه الأرقام بتقول بتوضح حاجات كتير الأرقام مش مطلقة باتفقين بس أي قرية المطش أهلي وزمالك صعب جداً حد يدى يحسم الموضوع بالذات الأهلي والزمالك بس في مؤشرات في أرقام بتوحي بمؤشرات الأرقام بتقول إيه أرقام بتقول أنه زمالك عنده أفضلية هجومية ليه؟ لأنه بيوصل عدد مرات أقل للجول ولكن الأكسس جي بتاعه أعلى بكتير نتكلم على الفعالية الهجومية نتكلم على الفعالية الهجومية الأهلي بيوصل كتير جداً ولكن الأكسس جي بتاعه وحنا طبعاً عارفين أنه المباراتين اللي خضوا من هذه الأهلي في بطولة الدوري المصري خلصوا الـ 2-1-0 تمام وزمالك باستثناء مبارات المنستيري الاتحاد المنستيري في القاهرة اللي خلصت بتلاتة تلت تربع أهداف الأهلي أو أساساً كده خلينا نبدأ من الأول تلت تربع أهداف الأهلي من كرات ثابتة وده بيدل على قوة الأهلي في الكرات الثابتة سواء من ركلات ترجيح زي ما كان في المبارات اللي فاتت أمام أسوان أو من ركلات ثابتة زي ما كان قدام الاتحاد المنستيري الأهلي بيوصل كتير بيدخل عدد أهداف قليل ولكن اللي بيتميز بيه الأهلي هو القوة الدفاعية الأهلي مش صلابة دفاعية ولكن الأهلي ما بيوصلش داخل منطقة جزاؤه فرص كتير ده نابع من إيه؟ ده نابع من أن الأهلي خطه وسطه بيستحوذ على الكرة أكتر وبيبدأ يضغط ويستخلص الكرة من أماكن فقده للكرة بمعنى أننا خسرت الكرة بالزبط كتير فأنا بفقد الكرة في نص ملعب المنافس أنا بضغط عليه في نص ملعب المنافس عشان ألحق أخذ الكرة العكس صحيح العكس في الزمالك أنه الزمالك بيستقبل هجمات خطيرة جدا كتير في منطقة جزاؤه ولكن طلع باثنين كلين شيت وده بيدل على صلابة دفاعية ولكن في مهارات القمة طبعا الأعصاب بتبقى مختلفة شوية عامة بالزعب الفرق التانية فالضغط ممكن يولد هدف أو ممكن يولد خطورة على مرمى محمد عواد بيستقبل هجمات خطيرة كتير ولكن في نفس الوقت هو بيروح على الجون مرة أو مرتين بيجيبهم الجون أقرر معكم الخطوط الثلاثة بس عايزة أسأل فاروق على القيادة الفنية فريرا الأهلي بالنسبة له مش المواجهة يعني مش المواجهة رقم واحد بالعكس مواجه الأهلي كتير جدا ومواجه الأهلي قبل كده في الإمارات وأعتقد فاز مع الزمالك بالسوبر في الإمارات قبل كده ولعب مع الأهلي كتير في مواجهات أخرها الموسم الأخير ده ثلاث مواجهات مع ثلاث مديرين فنين مختلفين بداية بين الخمسة بتوعبيتسو موسيماني ثم بعد كده مع كابتن سامي أمصان ثم مواجهة تانية مع ريكاردو سوارش هل وجود كولر في قيادة النادي الأهلي بالنسبة للجهزين بالنسبة للمسر فريرا هل أهلي كولر مختلف عن الأهلي الواجه في فريرا قبل كده وإزاي أيضا يتعامل مع مرسل كولر في أول لقاء قمة وخصوصا على لقب وبطولة وهي بطولة السوبر المصر خلينا نتكلم من مدارب كبير زي مرسل كولر خاد دربيات كتير في أوروبا وطبعا الدربيات في أوروبا مش هتختلف كتير عن دربي الأهلي والزمالك لو رجعنا للإراءة الفنية للمباراتين كل فرقة في الدوري سواء الأهلي ضد الإسماعيلي وأسوان أو الزمالك ضد سموحة وسيراميكا فإحنا ممكن نتقع السيناريو التكتيكي اللي يحصل في المباراة وهو استحواز كامل للنادي الأهلي من البداية وتراجع دفاع النادي الزمالك لأن طريقة فريرة معروفة في التقفيل الدفاع شفناها ضد فرق أقل فنيا وأقل من حيث السكواد ومن حيث القدرات بيسيب الكرة للفرقة الثانية وهو متعمد ده لأنه عنده أفكار بيطبقها في فور قطع الكرة من الخصم لأنه بيحتاج دايما الخصم يفتح خطوطه ويتقدم للأمام وجود عنصرين مهمين جدا في الزمالك ووزيزو وإمام عشور على طول أول ما الكرة بتتقطع بتلاقي إمام عشور بيتحرك في المساحات مع عزيزو وهو بيستغلها بالكور العالية على سيف الدين الجزيري فالاستحوازها يبقى للنادي الأهلي من البداية أهم حاجة في مباراة السوبر بالنسبة للنادي الأهلي هو عدم تلاقي هدف هو عمل دمع يمكن أبرز نموذج وأنت بتكلمني دلوقتي شفت دمع سموحة وشفت دمع سيراميكا لكن أكتر نموذج حسيته وأنت بتكلمني ماتش الهلال في السوبر المصري السعودي هو بيعتمد على حاجة مهمة جدا تسجيل الهدف والحفاظ عليه أنت لو وديته فرصة أن هو يسجل هدف أو نادي الزمالك سجل هدف في البداية هيبقى صعب جدا تقويضه لأن نادي الزمالك مع فريرة هو حافظ اللعيبة حافظ أدوارها الدفاعية بشكل مثالي صعب جدا تلاقي أخطاء صعب جدا تلاقي مساحات بس أنا شفت أخطاء كتير جدا في ماتش سموحة وماتش سيراميكا يعني أخطاء أخطاء عادية لكن في مناطق الخطورة بتبقى صعب جدا تلاقي أخطاء آه ممكن يبقى وارد أن في أخطاء طبعا لكن مش حاجة تستنيها في الماتش فصعب جدا أن أنت تدي الزمالك هدف مبكر وخصوصا أن الزمالك دايما عنده خطورة في الكرات السبت فلازم يبقى فيه استقرار من بداية المباراة وضغط كامل وأهم حاجة ما تظهرش الأخطاء اللي ظهرت في ماتش أسوان في التمرير الخاطئ كان فيه تمرير خاطئ كتير جدا خصوصا في الشوت الأول في مباراة أسوان وده لو ظهر ضد الزمالك ممكن يبقى فيه ملامح خطورة للزمالك فأهم حاجة أن مارسل كورر من البداية يبقى عامل حسابه أنه الكرة ستبقى فرجله ما يندفعشه هجوميا بشكل مبالغ فيه ودايما يحايد اتنين لعيب أعتقد لو تحايده مش هيبقى فيه خطورة كبيرة لنادي الزمالك وهم مزيزه وماما عشور خالد بتشوف أبرز نقاط الضعف يعني أنت بتكلم مع الجهاز الفني النادي الأهلي النهاردة وانت قاري أو مذاكر فرقة الزمالك أبرز نقاط الضعف أو بلاش نقاط الضعف خليه والصغارات اللي ممكن تشتغل عليها عشان تقدر تختارق وتوصل وخصوصا أتوقع أنه زي ما كان فاروق بيكلم أنه الزمالك دايما بيعتمد بشكل كبير جدا على أنه يؤمن يلعب زون وينقل هجمة سريعة وكاونتر أتاك يحاول يخلص بيها المباراة والزمالك من الفرق اللي ما بيتسجل الأول بتبقى فرق بايخة يعني بيبقى ماتش بايخ بالتالي الحسابات تتلقبط معه جدا لو الأهلي سجل الأول هيتطر هنا يتخلى عن أسلوب اللي الفرقة متعودة عليه ويبتدي يطلع من منطقته وأعتقد ده هيزود حجم المشاكل أهم الثغرات من وجهة نظرك اللي موجودة في فرقة الزمال أو في طريقة فريرف بص هي طريقة فريرف المجمل مفهاش ثغرات واضحة ولكن المطش ده هيبقى فيه ثغرتين اللي هم إيه رقم واحد حمزة المثلوسي حمزة طالع الكيرف بتاعه طالع دلوقتي بشكل مميز جدا كعارفين فريرف يلعب ثلاثة وراء منهم حمزة عشان خاطر حمزة يبقى باك يمين في الحالة الهجومية ويرجع قلبة فاع ثالث وعمر جابر بيرجع يبقى باك يمين أو سيد نمار الموسم اللي فات مين اللي يبدأ المطش ده سيد نمار ولا عمر جابر تسمح له ان هو يبدأ مطش كبير زي مطش القمة مطش السوبر فلا متهيق لعمر جابر خاصة ان هو من بداية الموسم يعني من بعد ما نضم للزمالك من بعد ما عاد للزمالك برضو لازم نأكد حمزة بيسيب وراء مساحة في الفرق ما بينه وما بين السنتر باك السويبر بيسيب وراء مساحة لو احسن الوينجليفت والبلايميكر اللي عند الاهلي استغلالها هيشكل خطورة كبيرة جدا على مرمى محمد الشناوي محمد عواد اه على مرمى محمد عواد انا اسف مع الوضع في الاعتبار انه الثغرة التانية اللي بتكلم عليها هو عدم موجود الوينش الثغرة دي كانت دايما ما بتبنش قوي في المطشاط بسبب وجود الوينش الوينش عمده القدر ان هو يكفر بسرعة وراء حمزة المثلوثي او حتى وراء الظاهير التاني ايما كان محمد عبداللاني احتمالي بقى متيب بالضبط المطش اللي فات كان مصوفة الزناري عنده القدرة على ان هو يكفر وراء طبعا الوينش مرعبش عشان خاطر كان مصاب لما الزناري لعب او المبارالي فكرة فيها انه المساحة اللي بيسيبها هو راء حمزة المثلوثي في عدم موجود الوينش قد تكون المفتاح اللي ممكن الاهلي يختارق به لعمق منطقة الجزائر لان انا بأكد على كلام فاروق انه كل لاعب في خطة فاع الزمالك تحديدا عارف دوره وعارف بيتحرك من فين لفين وعارف بيسيب الثلاثة ملعبوش جمع بعض كتير برضه هذه المقطة خالد يعني زناري مع عبدالغاني مع مسلوسي في الرصة دي خطة فاع ممكن يبقى متيب مش الزناري ما اعتقدش انه في ريلا ممكن يخطر بالزناري في اول مباراة او مباراة قمة يعني فخاصلان دي هتبقى تاني مباراة اللي هو ملعبش اول مطشف في الدوري ملعبش للأدوار بتاعت الدوري ابتال افريقيا ومعتقدش انه هو ممكن يدفع به او يغامر به في مباراة انا هاجي لكم للتشكيل يعني هاجي لقرايتك للتشكيل امسا لأهلي وزمالك بس يهمني على زي ما قريت كده مع خالد فكرة الرصة الدفاعية او الصغارات اللي ممكن الاهلي يستغل لها لازم اسألك فاروق مين الامس وخصوصا طبعا مع عودة بيرسي تو ومع وجود برونو سافيو في اول لقاء قمة شادي حسين يعني احنا بكلم على خط هجوم في لعبة يا اما عائدة من اصابة يا اما جاية صفقات جديدة مع وجود طبعا شريف وحسام حسن وطاهر واحسين الشحات شايف التركيبة الهجومية الامسل للتعامل مع طريقة لعب الزمالك ومع خطة فعن او قابل فاروق ما يرد ممكن فاروق يرد على الحتة بتاعت الهجوم بتاع الاهلي وبعدين نتكلم على حاجة تانية في خط النص ونسأل فاروق برضو من الامسل اللي اتعامل معك انا في الماتشاط الكبيرة دايما بفضل ان انت تفرد اسلوبك ما تغيرش عشان الخصو انت تفرد اسلوبك واعتقد ان مارس الكولر ممكن يفرد اسلوبهو على الورق بيبدأ اربعة اتنين تلاتة واحد بشكل المعتاد النادي الاهلي تتحول الاربعة واحد اربعة واحد مع تقدم عمر السلية اللي رجوعه في المباراة دي كان لو ديانج موجود كان هيبقى فيه بقى مفضلة مين هيبدأ عمر السلية ديانج حمدي فاتحي مين الاتنين فيهم اللي هيبدأوا لكن خلاص مؤكد ان تقريبا عمر السلية هو اللي هيبدأ وده بيدي لمحات هجومية اكتر لوسط ملعب النادي الاهلي لان وجود حمدي وديانج بيديك صلابة دفاعية كبيرة جدا لكن على نواح الهجومية عمر السلية هو اكيد اكثر تمييزا من السنائي فعمر السلية هيبقى متواجد افكرتش في اكرم توفيق في الحتة دي هو اكرم احنا لاغنى عنه في النادي الاهلي في الظاهير الايمن اعتقد ان حتى مرسل كورره لو انت سألته على اكتر لعب انت لفت نظرك من المباراة الاولى هيقولك اكرم توفيق ولو سألته ان انت قبل ما تيجي اللعب ده كمصاب ست شهور يقولك مستحيل ان يكون اكرم توفيق كمصاب ست شهور فهو لعب اعتقد لاغنى عنه انت تأمن الباكة اليمين باكرم توفيق خصوصا الحتة دي بيميل عليها زيزو كتير في وجود اكرم توفيق مع اعتقدش ان في لعب يقدر حاليا في مصر يكون يتفوق على اكرم توفيق في اللجوم انا ان كنت بفضل في البداية افضل الاسماء اللي عندها خبرة بمباراة القمة في النادي الاهلي يعني هتقول لي يلعب برونو سافيو ولا افشا اقولك لا بوجود افشا مهم هتقول لي محمد شريف ولا شادي حسين هقولك محمد شريف لانه سجل في النادي الزمالك ودائما مباراة القمة بالنسبة له بيكون نواة متعلقة بس قد بالك برضو يعني فيه لعيبة اوقات كتير جدا مطش بحجم مطش واهمية وهو عارف ان الجمهور قد ايه مهمة بالنسبة للمطش بيبقى نوع من انواع بس فيه جانب عكسي الدوافع فيه جانب عكسي يعني اه الضغط بيبقى جديد ولو شادي مثلا اتيحت ليه انفراضات في مباراة مهمة زي دي وكان فيه لقدر الله تضيع الانفراضات دي ممكن داي اثر عليه بالسلب بعد كده فالمباراة دي دايما اقص لحظوا حدين ممكن تكون ولادة نجم جديد للنادي الاهلي لكن في نفس الوقت ممكن تكون ضغط كبير على حتى لعب محترف زي برونو اعتقد ان هو مش هيعارف الأجواء مباراة الاهلي والزمالك فممكن يبقى لي يبقى لي أدوار في الشوت التاني لكن دايما البداية تكون من لعيبة الخبرة اللي ليها متمرسة أكتر في مباراة القمة بشكل وهيرجع بعد حتى اللي انت عايز تكلف دايما خط النص هو اللي بيحكم سيناريو المباراة وبيحكم مين هيبقى متحكم أكتر في مين هيكون الفعل مين هيكون رد الفعل المواجهة بين خطين النص وخصوصا طبعا خط النص في نادي الاهلي أكتر استقرارا أكتر انسجاما يعني فترات طويلة جدا منتخب وأهلي مع بعض بطولات كتير جدا قبلوا فرق من العرارة تقيل جدا 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 تخطوا بكتير يعني مستوى المواجهات المحلية على عكس تماما من الزمالك اللي بيضم مع ناصر جديدة غياب الانسجام غياب التفاهم شايف المواجهة بين خطين النص اكتر طيب النقطة تانية وترشيحاتك كمان يعني الأهلي يمكن يكون واضح قوي في خط النص الزمالك توقعتك لي بس هو الزمالك ما عندوش الأفضلية بتاعتنا هو يختار لأنه في ظل عدم موجود دونجا اللي بيعاني من أصابة ولستا بيتأهل ما عندوش أبشنز كتير يعني روء أو إمام روء أو إمام وزكريا الوردي زكريا الوردي هنا في مشكلة زكريا الوردي بيعمل مستوزيشن كتير جدا بيفقد التمركز كتير جدا في الملعب وعنيف جدا يعنيف جدا هو مش عنيف هو مش عنيف هو تدخلاته متهورة مش عنيف يعني تدخلاته مش ما تصبش بس هو متهوش وبيفقد التمركز كتير النقطة اللي كان بيقول عليها فاروق فيما يخص الخبرات في الملعب متفق معاه جدا ولكن كان عندي تصور مختلف لو لعب فريرة لو لعب 3-5-2 زي المطش اللي فاتل وعندوش إبراهيم أنداي ومعندوش ممكن مصوف أشال بياخد دور في الشوت الثاني بس مش يبدأ بمن الأول فلو لعب 3-5-2 بزيزو وسيف الدين الجزيري اللي اتنين مهاجمين صرحاء مش زيزو وينج زي ما كنا متعودين عليه هيطر يلعب وراهم بخمسة فهيطر يلعب بالتلاتة اللي هم زكريا الوردي وإمام عشور ووروقة هنا ممكن تستغل لفكرة أنه زكريا الوردي بيعمل وإمام عشور بيروح يبقى وينج رايت عشان يعالج حتة الملعب المايل لأن زيزو يبقى في الشمال أكتر بأن أنت تنزل محمد مجد يقفش في نص الملعب جنب حمدي فتح بحيث أن أنت يبقى عندك وعندك ريجيستر عندك واحد يستغل بتاع نص الملعب وينقل الكورة بشكل سريع لنص ملعب المنافس عشان تستغل المساحات اللي هتتساب وورا زكريا الوردي وورا حمزة المثلوسي زي ما كنت بقول في خط الدفاع فكرة عمر السلية هي فكرة كويسة لتأمين الدفاع خاصة أن عمر السلية عنده كواليتي في ما يخص الباس بيعرفين الملعب بس فكرة أنت تلعب بلاي ميكر صريح في نص الملعب وقدامه بلاي ميكر برونو سافيو مثلا يعني بكلم على التشغيل حمدي أفشا برونو بيرسي تاول لو جاهز أو حسين الشحاد طاهر في الشمال أو عبدالقادر وقدام محمد شريف متفق تماما مع فاروق فيما يخص لا مش شادي في البداية أنا شادي بصراحة شادي شايف أنه شريف طبعا خبراته في ماتش الزمالك سكورر كل حاجة تمام جدا بس شايف شريف بقاله فترة بيعاني من ضغط أنه عايز يجيب أول جول يعني عايز يجيب جول فهام ازاي مع أهمية المباراة مع أنه فرصت ضيئ في مباراة من النوع ده ممكن تزود الضغوط على شريف شوية فشايف أنه لاحظوا حدي يعني ما لعبش الاتنين مع بعض لو شوفنا لو شوفنا ماتش إسراميكا هنلاقي في وجود خمس ده لا خلينا خطيني حتة حلو خلينا أسألك إيه إيه المفاجآت اللي ممكن تبقى من بره يعني لو سألت الناس في الشرع النهاردة تشكيل الزمالك إيه تشكيل الأهلي إيه طريقة الزمالك إيه طريقة فريرة إيه طريقة كولر إيه 99% من الناس هتقولك نفس القصة إيه اللي ممكن يكون أوتو دا بوكس إيه اللي ممكن يكون مفاجأة من فريرة لكولر ومفاجأة من كولر لفريرة خلينا نقول فريرة لو فكر في مفاجأة إنه هو ما لعبش 3-5-2 ويلعب 3-4-3 وجود شيكبالا أعتقد إنه هو ممكن في المباراة دي شيكبالا يعني في المباراة دي ممكن يلاقي نفسه أو هو بيلاقي نفسه بيقول إنه بيلاقي نفسه ضد النادي الأهلي فممكن يبدأ به من البداية وإن كنت أرجح إن فريرة تفكيره الدفاعي وتأمينه هيخليه لعب بخمسة 3-2 مش هيغير يلعب بـ 3-4-3 فديه المفاجأة اللي ممكن تحصل ومش هتحصل من نادي الزمالك ما بيتقدموش فدايما عنده كسافة في منطقة جزاؤه وحاولين منطقة جزاؤه وسط ملعبه والمناطق الهجومية عنده فيها مساحات كبيرة جدا فأنت ما يبقاش فيه لعيبة عندك متواجدة في المساحات دي أنت مش متستغلها فممكن يتواجد شريف وشادي من أول المباراة أنا أعتقد إن ده تفكير ممكن تبقى مفاجأة وهيدغط بي على العمق ادفاع نادي الزمالك وممكن يكون ليها يعني في البداية كده تأثر على زمالك وتعمل ربكة لأن المطشط دي مهم جدا أنت أول عشر دي يبقى فيه ربكة في الأداية طبعا سيبك من الخطة والتكتك والرصة والجهز الفني خالص أنا عايزك تكلمني على الحداشر في مواجهة الحداشر جوة الملعب مين خاف من مين أكتر يعني الحداشر دول وصد الحداشر دول لما ينزلوا الملعب والحاكم لسه هايصفر في بداية المباراة وليس مطردتش وهم يقفون في الملعب مين خاف من مين أكتر مين عمل حساب باللوقت محدش يخاف من الثاني محدش يخاف من الثاني محدش يخاف من الثاني لليه الزمالة البطل الدوري الأهلي كسبان أو مش خسران على الأقل في الموسم اللي فات من الزمالك ذهبا وإيابا مخصر لشوالة مباراة ذهبا وإيابا الملعب وش وحلو على الأهلي الأهلي خات عليه اثنين سوبر وحلوه على الزمالك الذي زمالك مشالعب عليك. ففي عوامل نفسية في صالح الأهلي. وعوامل نفسية في صالح الزمالك أن أنا داخل بصفتي. يعني الناحية المعنوية أو النفسية رأس برأس. إكوال شوية مع الوضع في الاعتبار. أن أنا كانت ممكن أقول أن الزمالك قد يكون يخاف أكتر شوية. بلو كان الموسم اللي فات قبل التدعمات. قبل ما نجيب زكريا الوردي. قبل ما سيف الدين جزيري. قبل المستوى العظيم ده. أي نعم جاب إبراهيم أنداي إبراهيم أنداي مصاب. بس عنده مصطفى الشلبي. عنده زكريا الوردي. عنده مصطفى الزناري. قفل برضو حتى كان فيه مشكلة في الزمالك فيه خط الدفاع. اتقفلت بمصطفى الزناري. قبل ما نجيب عمر جابر عشان نحل مشكلة الباك اليمين. قبل ما يبقى عندنا المجموعة المتميزة. والفرايتز الكتير اللي موجودة في الزمالك. فبالتالي الأهلي كان ممكن يبقى كعبوا أعلى شوية نفسيا. أنا من يمكن. حبك وانت بشيء. لا. خالد أنا متفق معاه. أفكار التكتكية بصراحة. متفق معاه لكن أي مباراة أهلي وزمالك. أنا بشوف أن النادي الأهلي بيخش بيبقى هو المتسيد. وهو مع نوياته أفضل. ودايما حتى لو الزمالك محق بطولاته. حتى لو بيجيب نتائجه كويسة. بشوفه دايما في مواطشات الأهلي وزمالك. بيبقى فيه ربكة دايما في أول ربع ساعة أو تلت ساعة. ولو الأهلي في كل مباراة ستغل بداية المباراة القمة. أعتقد أنه هو هيحسنها بدري زي المباراة بتاع الخماسية الشهيرة. الأهلي لازم يخش المباراة بدوافع خسارة لقبين دوري فاته. فأعتقد أن الدفع ده الواحده في حد ذاته. وخصوصا أن المباراة هتأدي الفوز ببطولة. فده كيف اللعبة النادي الأهلي. سكور كبير ولا فرق بسيط ولا وقت إضافي ولا ركالات ترجيح؟ انتبعات. ده مش قرار. ده السؤال أنت بتحسبش عليه لأنه هاتش يقدر يقرر. سعارف بيبقى فيه أحساس كده. هقول لك حاجة. لو النادي الأهلي سجل مبكرا. ممكن يحصل الراب كلمتا تكلمت عليها أن الزمالك ما بقاش عارف هو هيهاجم ولا يدافع. فأعتقد أن ساعتها النتيجة تبقى كبيرة صحيح النادي لك. لكن لو عدى أول نصف ساعة والمباراة لسه. هيبقى جيم مقفول وهيروح للآخر. طيب. عندك تعليق على متفق. قول مختلف وردها له على خلال الساعة الفعلية. أنا مختلف. طيب نروح بقى حلقة بكرة كلها كلها ماتش السوبر. أعايدكم بأرقام وبتفاصيل ومتابعة وبنقل مباشر من الإمارات عشان نتطمن على السعادة الفعلية. النهاردة يوم وصول بكرة إن شاء الله تبدأ للسعادة الفعلية لنادي الأهلي إن شاء الله. ونكون مع الفريق ومع بعث نادي الأهلي لحظة بلحظة. ننقل بقى لملفنا النهاردة. قبل ما نقل ممكن أقول شيء أخيرا في ماتش السوبر. فيما يخص شادي وشريف عشان أعاد تقلبها في دماغي فرقيت. رجعت في كلامي. لا 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 ما رجعتش في كلامي. لما كنت بتسأل فاروق إيه المفاجآت اللي ممكن تتعامل. أنا شايف حاجة ممكن تتعامل إن هي تتعامل أربعة اتنين تلاتة واحدة طبعية جدا. بس سلوين جرايت يبقى كريم فؤاد مش حسين الشريك. عجبك كريم فؤاد هنا. والفكرة فيها إيه؟ إنه في الحالة الدفاعية ننقل أربعة اربعة اتنين عشان وجود حمدي فتحي ووجود أفشا كده في عدد أقل من المدافعين ناقص في نصف الملعب. فكريم يرد. فكريم يرد يبقى أربعة اربعة اتنين. وفي الحالة دي تلعب بشادي حسين وينجليفت. وفي الحالة الدفاعية وشريف راس حربة. وفي الحالة الدفاعية اللي اتنين بيخشوا يبقوا اتنين رس حربة اربعة اربعة اتنين. فاستغنى عن عبدالقادر لو نزله الشوط التاني. عبدالقادر على فكرة معرفش فاروق يتفق معي ولا أبس فنيا عبدالقادر بيبقى أفضل بكتير لما بينزل الشوط التاني مش لما بيبدأ المباراة. بيبقى أفضل بكتير. أهم ورقة ربحة في الأهلي أو أهم ورقتين أو تلاتة لو عينتوا شايفين ربحة في الأهلي شايف أنه كولر يخليه يعني يخليه جميعه ينزل يغير سيناريو ماتش. وأهم برضو ورقة ربحة فاروق. لا ده أنا كنت أريد أن عبدالقادر في الماتش دايب ورقة ربحة لنادي الأهلي. ليه لأن الماتشاط الجمهيرية دي اللعيب الحريب فيها بيستنيها. خد بالك أن الجمهور في مالي مدرجات بربه دي حاجة هتأس. اللعيب الحريب يستنى الأهليات لما يسمع أنه هو يعد من اللعب والتاني والجماهير صوتها يجال جميعا طبعا. فاكرين اللعقة بتاعت عبدالقادر وعلي معلول في ماتش الجمهور السعودي. فالبتاع تمزجه أول مواحد بس أن الجمهور قال آه العتلين بتمزجه. الجابهة دي أنا مستنيها في ماتش الزمال الجابهة معلول وعبدالقادر. وحطة كريم فؤاد دي أنا بشيد جدا بمارس الكولر فيها لأنه هو ترتيبه الثالث في الزهير الأيمن بعد وجود رجوع أكرم ومحمد هاني. يعني هو مفنش السيزن اللي فات بمستوى هايد. مستوى جايد وهو لعيب كويس ولعيب صاعد وعنده إمكانيات. فهو لأنه ممكن ما ياخدش دقايق في مركز الزهير الأيمن لازم يوظفه في مركز جديد ودفع به في المركز ده. وعلى فكرة مش أول مرة يدفع به في الماتشاط الرسمية كانت أول مرة لكن في المباراة الودية أخذ التجربة دي كتير وجربه وقال إن هو لعب سريع ينفع يكون جناح وفعلا النجح في المركز دي. طيب نروح عايسي نروح للنهاردة. بانت الدنيا في يعني وحنا على عتاب بداية أو بدأت بالفعل الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة في دور المجموعات بانت شكل أو ملامح دور الستاشر في دوري الأبطال. بانت معادة المجموعة المنكوبة اللي احنا يعني والله لازم يمشون في ايه؟ بانت منشستر سيتي تقريبا خلاص باريس سان جرمان خلاص تقريبا بردو يوفي تقريبا بردو خلاص بس يوفي خلاص بره مش جوه بريال مادريد آه خلاص أكبر مفاجأة بالنسبة لك. يوفي خروج يوفي خروج اليوفي آه 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 مفاجأة كبيرة جدا لأنه بنفكة يعني مجموعة سهلة المفروض في مقص دي على اليوفي فخروج اليوفي بالشكل ده لأ مش مش طبيعي. مش مش مفاجأ بالنسبة لك أو كلاب بروج صاحة نشيك كلاب بروج مفاجأة بانقول اليوفي مفاجأة حزينة ولا مفاجأة سعيدة. مفاجأة او خلاص. كلاب بروج طبعا مفاجأة كبيرة جدا أتمنى ميلان النهاردة يقدر أن هو يحقق المفاجأ على فكرة مش نسبحك على اللعب. أتمنى ميلان النهاردة يقدر يحقق مش المفاجأة بس يقدر يحقق الصعب فأن هو يفوز الأول إعلام. هنمشي مجموعة مجموعة ونستعرض مطشاط النهاردة ونشوف رأيكم فيها ايه طيب نبتدي بالجروب A طبعا نابولي ليفربول آيكس جلاسكو نابولي ضمن التأخل خلاص آيكس بسهيئة لي لازم يكسب النهاردة آيكس تسعة لازم يكسب قدام ليفربول لازم يكسب قدام ليفربول لازم يعود فرق المواجهات المباشرة على ليفربول ولازم يكسب فرق اتنين احضر عشان لو كسب المباراة الاخيرة وتعادله في النقط يبقى الأفضل مع فكرة انه ليفربول يركز اكتر السيزن ده على المنافسة على لازم يكسب حسابات البريمير ليج خلاص هو مش بعيدة ولا حاجة يعني يعني الكرة مفاش مستحيل اه فرق ده مستحيل في فرق نقط والله لا عادي يعني على لقب ولا المربع لا على لقب على لقب لا مش فصوب قوي هي مفاش مستحيل طبعا يعني ممكن افهم معجزة شلسي مع لامبرد وتوماس طاخل في تكرر كتشامبينز ليج لكن في بريمير ليج يعني هاولا حاجة بالنسبة لليفربول ماتشات دور الأبطال هتبقى مختلفة لان دايما دامتش واحد في دور الأبطال ممكن تخش اللعيبة تقدم مية في المية لكن ماتشات المحلية هو الموسم طويل بتخد مباريات كتير فمش وارد ان انت ما تكونش في يومك ياه طيب نروح للمجموعة بي في المجموعة بي عندنا بروش طبعا في الصدارة حسم التأهل خلاص مع بورتو واتليتكو مادريد بيت نفسه واعتقد بيرلي بيركوزين مش بعيد لانه ان كان مع 6 نقاط 4 نقاط 3 نقاط بورتو واتليتكو مادريد وبرلي بيركوزين واحد منهم يتأهل مع بورتو عاد من بعيد مكسبين وارا بعد كان هو متزايل للمجموعة قدر يحقق مكسبين وارا بعد هو في المركز التاني لكن انا اتمنى تتأهل اتليتكو مادريد بحس ان الفرق تبقى الفرق القواية هل ما قدد دورة 6 نقاط وخروج بورتو وبرلي بيركوزين وتأهل كلاب بروش ده مفاجأة بردو فجأة كبيرة جدا يعني جدا طبعا الفارو بيتكلم عليه انه مايبقاش كلاب بروش وبرتو اللي يتأهله وانسي يبقى تلتكو مادريد بردو ايو ايو بورتو بطل بردو يا خالد بزمان بطل بردو يعني المجموعة السية عندنا باي ميونيخ وانتر ميلان 12 و7 نقاط ثم البرس 4 نقاط وفكتوريا بلزن برسيد 0 من نقاط السيناريو المستحيل لتأهل برشلوني بوارد لا مستحيل السيناريو الصعب جدا بس فوز على بير مينيخ فوز على بير مينيخ خسارة الانتر المباراتين بدون تحقيق واي نقطة صعب جدا لا لا ليه ليه انت بتكلم على انه خسارة الانتر من فيكتوريا بلزن ومكسب هيبقوا متعادلين في النقاط في المواجهات المباشرة يبقى صالح انتر فهو الماديولين خلص واحد والماديول残 واتعادل تعادل ثلاثة فلاازم الانتر يكسر ويتعادل يكسر ويتعادل انتر يخسر ويتعادل ليه يخسر المباراتين يكرس ويتعادل لو خسر وتعادل لو خسر وتعادل هيبقى 3 لو كانتظر لو برسةكسب 1 يبقى 10 اه لا ما تمام يغسر ويتعادي وارد بقى ده كل شيء وارد في حتة في قلبي هنا كتالونيا في حتة في قلبي بارسا طيب نروح للمجموعة دي توتنهام مارسيليا دي المجموعة دي من لقبطها جد توتنهام ومارسيليا وليجبونة وفرانكفورد توتنهام الاقرب نظرا لتاريخه برده خلينا نقوم مارسيليا السندي حلوة على فتح مارسيليا السندي فكرنا مارسيليا بتاع التسينيات مرة تاريخة بعد بداية سيئة في البطولة حقا انتصارين يعني الطاقة توتنهام ومارسيليا بلشبونة بدايته كتقوية للمجموعة برضو حقا انتصارين وبعد كده المجموعة لسه مفتوحة توتنهام والوحيد تقدر دموك بالضبط نروح للمجموعة تشالسي رادبول سالسبرغ دينامو زغرب وميلان والنتيجة حاليا 1 سفر لصلاح تشالسي واحد سفر لصالح تشالسي نايس في مواجهة سالسبرغ طبعا تشالسي يلعب داتي مع سالسبرغ والساعة 9 ميلان هيلعب دينامو زغرب مفروض تكسبه بقى ولا ايه النهاردة انا عندنا دمو والله يعني انا ما كسبكم النهاردة وما كسب تشالسي يحطوكم مع تشالسي اول وتاني لو كسبنا او بالضبط كده يعني تشالسي لو كسب يوصل 10 ميلان لو كسب يوصل 7 ويتبقى المواجهة مع سالسبرغ اللي هو يبقى في المركز التالت اللي يكسب المواجه ده يتأهل التعادل يأهل ميلان لو تتنام لو تشالسي خسر يبقى 10 لا تشالسي وصل وصل لا لا تشالسي وصل لو كسب النهاردة لا يفهوش أريد ميلان يكمل او يروح يوروبا ليج الاقرب في المجموعة ده هو تشالسي و سالسبرغ لان المباراة الاخيرة الاعصاب هتبقى عند الميلان بردو وعند النشاء الخبرات الاقرب من المجموعة ده انه تشالسي و سالسبرغ لو ميلان مبارسة سيبقى فيها منشستا يونايتد و برشلونة والأرسنل واليوفي والميلان وكلهم ماخدين لا أرسنل لكن اليونيتد والميلان واليوفي والبرسا كلهم اكس المرة اللي فادت لما كان فاروق بنتكلم فقال لك اه ده يروح اليوروبا ليبي ده يروح يروح معنا ويقول لك يا عيني الحلوة لما تبهدينه نروح للمجموعة اللي بعدها مجموعة اف عندنا الريال طبعا الملكي فتأهل خلاص برسيد 10 نقاط لانه طبعا شختار ورقميا لس حسبيا لس حسبيا لس لو الريال خسر المطشين وليبزيك وشختار كذبوا اه بس هيلعب قريدي مع ريال دمر ريال مدريد 10 شختار 5 سلتك باي باي يعني شختار لسه موجود خاصة انه نخلي بالك انه في احصائية بتقول انه توربن حارس مرمى شختار هو اكثر حراس المرمى في البطولة بشكل عام تصديا احنا معنا شوية ارقام برضو مفلقات اه اه يعني طب نخلص المجموعات معنا الجي والاتش خلاص نخلصهم مجموعة السبعة والتابنة منشستر سيتي طبعا المرشح الاول لتحقيق اللقب السنة دي ان شاء الله عشر نقاط مع بروسيا دورتموند برسيد سبع نقاط في المركز ثاني اه يعني دي خلاص تبقى لحسومة ماتش النهاردة نوزها للفريتين ولا هنشوف كرة حلوة اعتقد المباراة تبقى يعني الفريتين ممكن التعادل يفيدهم فاهمش هيبقى فيه اندفاع كبير الموسم مكمل فاعتقد المباراة تبقى يعني 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 ده انا مستني الماتش ده بس دايما المباراة في دورتموند هيبقى في دورتموند الماتش هيبقى صعب لان الملعب لأجواء خاصة فلازم دورتموند يكسبين واعتقد ان دورتموند هيبقى حابب يخطف الماتش عشان يتاهل اولا نروح لاخر مجموعة عندنا باريس سان جرمان وبنفكا البرتغالي تقريبا تقريبا خلاص هما اللي هيتأهلو في المجموع دي واليوفي الى الاوروبا اليوفي عنده بنفكا النهاردة رقميا لسه موجودة نظريا صعب رقمانتهم موجودة اليوفي يكسب الماتشين يكسب الماتشين منهم باريس سان جرمان وبنفكا يخسر ويخسر بنفكا الماتل اخير طيب خليني اسأل سؤال الساعة دلوقتي كلام النهاردة طبعا التوتر اللي حصل مهاج وبين كريستانو رونالدو والنهاردة سمعنا على اهتمام نابولي نابولي بيفكر في انه كريستانو رونالدو ورونالدو بيقول انه ممكن يا الدحكة دحكة سعادة ولا دحكة خباسة ولكن مستعدة تنزل عن جزء هل فيه وارد انه في انتقالات شتوية كريستانو رونالدو ونشوفه في الكلش او في عودة مرة تانية واحدة من فرق الايطالية وخصوصا مع اهتمام نابولي نابولي صعب نابولي صعب لان نابولي خلي بالك بردو الميركاتو 2020 في الشتاء الميركاتو الشتوي نابولي عرض على ابراهيمو فيتش لو احنا كنا فاكرين ان ابراهيمو فيتش كان بيلعب في الدور الامريكي وخلص كان خلص التعاقد وعايز يرجع اوروبا تاني ونابولي عرض عليه ورفض وبعدين جاء الميلان الحمد لله نابولي صعب اقول لك انا اضحكة دي ليلا لان جاء علينا الوقت اللي نقول كريستانو رونالدو انضمام الفرقة ممكن يأثر عليها بسلس يعني ده ما ما كانتش تبقى موجودة في الاحلام لكن حاليا فريق نابولي وفريق جامعة الممتاز اللي عمل وسباليتي لو دخل عليه لاعب زي كريستانو رونالدو خد بالك وجود كريستانو رونالدو في مشكلة انا شايفها دلوقتي ازمة كبيرة جدا نوجوده في الملعب واللعب كلها ببص على كريستانو رونالدو فده بيخلي مفيش روح جامعية اكتر وتحديدا في ماشيستر اونايتد دايما كان فيه له مع لبرونو فرناندز لو موجود كريستانو رونالدو في الملعب هو دايما تفكيره الباص ليه لكريستانو رونالدو فده بيأثر وحتى تنهاج اتكلم عن الموضوع ده لو قال ان كريستانو وجوده في الفرقة دلوقتي هو ما قالهاش صراحة بس هو اتكلم ان هو نقمة لان وجود راشفورد في فرقة بيساعده اكتر بيخلي الفرقة جامعية اكتر بيضغط اكتر فكريستانو وصل للزمن ان هو بقى نقمة نروح لأرقام واحصيات نتجهز انهالكم بقى الناس عشاء للشامبينز ديج ارقام واحصيات بتكشف عن تقلق على المستوى الافراد او على المستوى الفرق تعالوا نشوف معكم ومع خالد ومع فاروق طبعا 189 جول ده عدد الاهداف اللي تم تسجيلها بمعدل 3 اهداف تقريبا في المطش يعني كل 30 دقيقة في مطشات الشامبينز ديج بنشوف هدف الاهداف يا روخ اه نابولي طبعا الفرقة الممتعة اقوى خط هجوم وفعلا عن جداره ولو رجعنا مين سجل لنابولي هنلاقي لعبة كتير جدا هو ما عندهمش النجم الواحد باير مينوخ كالعادة هو موجود بسجله الحافل في دور المجموعات بدون هزيمة من سنين كتير جدا ليفربول طبعا ومان سيتي كان بالنسبة لي مفاجأة ان مان سيتي ما يتواجدش في المقدمة لكن هو معه الدفل دور انجيزي الاهداف اللي ما بيجيبه هنا بيجيبه في دور انجيزي اه بعد كده اللي هو في مجموعة مانشستر سيتي وده دليل ان الفرقتين التانين في المجموعة هم حلقتين اضعف بكتير من بقى الفرق الدور الابطال وبعد كده اياكس طبعا اللي النهاردة هيواجه ليفربول اللعبين احرازا للاهداف ويهمنا طبعا نجمينا صلاح اللي موجود في الصدارة مركز الاول فيه ثلاثة هالند وصلاح وليفا ليفنداسكي المركز الثالث او الاول مكرر مع صلاح وهالند على الرغم ان هو اكتر اللعبين تزديدا على المرمى ودي احصائيات اكيد هتنجي بعد كده 11 تزديدة 11 محاولة على المرمى دخل من نوم خمسة صلاح 9 محاولات على المرمى دخل من نوم خمسة ففيه فعالية هجومية لصلاح اكتر نتمنى ان هو يكمل لو طرج ليفنداسكي من السباق واستمر الليفرول سيتي يبقى الصراع على لقب الدفقة اقرب ليكون صلاح هالند صلاح هالند 8 محاولات من نوم خمس اهداف صلاح 9 محاولات من نوم خمس اهداف نروح بعد كده دي المحاولات على المرمى اللي كان بيكلم عليها خالد بالضبط ليفندوفسكي ده دليل ان ليفندوفسكي في برشلونة كل الفرقة بتتخدم على ليفندوفسكي بالضبط وتشتغل عليه وشوفنا اهداف في الليجا تتواصل بلا انقطاع يعني محمد صلاح ودي كانت حاجة مميزة في الاداء الفردي لمحمد صلاح ان ليفربول حتى لو مش في افضل احوال ومحمد صلاح دايما بيقدر يصمع الفرص لنفسه وبيقدر يصمع يستغل الفرص من الخصوم هالند بقى انا عايز هنا اقف عند هالند لان انا عايز اتكلم في رقم اعجاز الهالند لو الاكس جي بتاعه في الدورة انجليزيا ارجعت له كام؟ 11 هدف واعتقد 2 من 10 هالند مسجل كام؟ 17 هدف اعلم الهدف الهدف المتوقع ان هو يسجله الهدف المتوقعة بناء على الفرص ده معدي بكتير ده مسجل 17 وهو مفروض يسجل 11 فهنا بص من 8 8 ومحاولات مسجل 5 يعني ما نقولش ان الفرقة بتخدم على هالند زي ليفندوفسكي لا هو دايما بيصنع نفسه وهو دايما بيسجل من يعني لو نفس المعدل بتاع هالند مع ليفندوفسكي كان مفروض ليفندوفسكي بسجل 8 اهداف بالزبط وحلند لو قطيحت لي نفس العدد بس ليفندوفسكي خطير يعني هو حتى سألوه في الكرة الزهبية عن هالند انا اه بواجه لعب صعد بس انا مش هبطل تسجيل اهدافين طيب الانقاذات يعني حراس المرمى وهنا لفت نظري في القائمة انه غياب الحراس الاسمال الكبير بالزبط هو ده مش غريب بانه كل ما مستوى الفرق ما بيبقى متواضح كل ما خط تدفاعه بالزبط كل ما نسبة الوصول للمرمى بيبقى اعلى بالتالي بيبقى قدام الحارس فرصة انه هو يظهر اكتر من الحراس الكبار بس من يولي مثلا حارس مرمى بروج وهو متصدر مجموعته لكن يعني بردو عدد ليه دور طبعا انا بردو انتر تمام خلينا باسفير ده خالد ايكس هو ممكن يكون الحارس الاول المنتخب الاندف كاس العالم عن طوان 30 سنة تخيل نروح ناخد دي دقة التمريرات بالنسبة للفرق غريبة بالنسبة لي انه ريال طبعا ريال يبقى ريال لكنه يتفوق على السيتي الحقيق توني كروس واحد يطلع بكل وراء 90% نسبة تمريرات انا فيه ماتش نفسي افتكر ماتش ايه توني كروس طلع بنسبة تمريرات صحيحة 99% 99% يعني ايه 99% الماني بقى مزبوطة مهندس مساحة انا بس الاحصائيات اللي فاتت دي انا مستغرب لها دقة التمرير دقة التمرير مستغرب لها في برشلونة برشلونة في الاستحواذ على الكورة هي اعلى فرقة في الاستحواذ في نسبة الاستحواذ ومع ذلك في نسبة دقة التمرير هي في المركز الرابع ده معناه ان هي بتاخد الكورة كتير بس بتفقدها بسهولة جدا لان هي تنزل المركز الرابع ماشي بتقطع الكورة وتستعود عليها بس بتفقدها بسهولة ودي مشكلة كبيرة جدا فيما يخص في 30 ثانية انا محب 30 ثانية نهاردة هتشوف ايه بكرة مش فاكرة ماتشاد بكرة والنهاردة هتفرج على ميلاد بكرة عندك برشلونة بايرن عندك هايكس ليفر بول برشلونة بايرن برشلونة بايرن نهاردة في الجو دعوة المرجع اكيد مش هلحق ماتشاد دسع فبوكن بكرة نورت الدنيا شكرا لك وخالد عامر وفاروق عصام نورت الدنيا وشرفتونا في السادسة بنسع فيكم دايما دايما والمرة جاء ان شاء الله تجلنا بدري بشكر حضراتكم مع المتابعة بكرة حلقة خاصة جدا في السادسة عن كل ما يتعلق بالسوبر المنتظر الكاسيكو الكرة العربية والافريقية الاهلي والزمالك كل التفاصيل ومتابعة البعثة الاهلي في الامراض هتكون حضرة معنا في حلقة بكرة استنونا شكرا على المتابعة وتحياتي لكم